اللهم اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى طلوا بحبايبي في كل مكان أدبست السلطان أهلا وسهلا بكم اللقاء الأول اليوم هو اللقاء الأول العرب تخصص والنحو الصرف سيد هل النحو الصرف فيه صعوبة يعني راح نواجه صعوبات فيه لا والله بسيط ادرس أول بأول حل تدريباتك حل امتحاناتي شكراً إلك أنت أمورك طيب إن شاء الله كسر همزة إنا كيف دك تدخل لنا على الدرس أستاذ يعني كيف دك تشرح لنا يعني نازم أتقمص الشخصية وأسرح شوي الدرس اسمه إيش حالات كسر همزة إنا وجوباً في حالات تكسر فيها همزة إنا إنا يعني فيه طالبي يتخيل معي يقول إيش يعني يتخيل مع بعض إنا اللي هي هيك ولا إنا تنكتب هيك؟ ولا هيك؟ ولا هيك؟ آه بتعرف أنه جد فيه أشياء كتير في العربي يشبهوا إن معلم إن هاي هاي اللي بنحكي عنها إحنا بتعرفوا إن وأخواتها إن وأنا كأن لكن ليت العلم بتعرفوهم صح؟ إن الأم الكبير بس هاي اسمها أن مش هاي اللي بدي إياها أنا مش هاي موضوعنا أصلاً وهاي اسمها إن الشرطية إن تدرس تنجح إن تزرع تحصد مش هي مش هي وهاي اسمها أن اللي بتنصب الفعل مدارع أن تذهب وأن يلعب مش هي ما بدنا اللي هي إن السماء صافية آه هي هاي اللي بدي إياها كسر همزة إنا ما هي مكسورة هاي بس مش دائماً بتدي مكسورة في حالات معينة بتدي مكسورة هيك إحنا اليوم بدنا نعرف الحالات هاي كلها لا عليكم ست حالات بس ست حالات بس مين راح تحكي لنا الحالات؟ حنتوش حنتوش همين؟ حنتوش هاي الدماعة طالبة من طالباتي سعيدة زي ما أنتو شايفين موهبة طبعاً يعني معها ما أوصد فيها وحنتوش هم كل سنة بتغير شكلها شوية لأن بتكبر أكيد يعني هاي راح تحكي لنا خلاصة الدرس قبل ما نعرفه كيف؟ أحكي لك حنتوش ها ماسكة بلون مكتوب فيه وبلون تاني وبلون وبلون تخيلها؟ أنت مش عارف الموضوع عن إيه؟ بس خلاص مش معي شوية 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 بيسألوه أنت بأي صفحة حكيت لهم أنا في في التوجيه احفظ معي عشان بعدين نعرض هذا الكلام ويثبت في موخك فاتتظلك متذكر الراس معي ما علش نكتوب اسمها حنتوش ها وكل طالب أشاطر عندي راح أسميها حنتوش لأن حنتوش هشطور طيب فيه حكولها أنت وأي صفحة حكيت لهم أنا في التوجيه وبعدين ليش تسألوني؟ وبعدين بعدين هي بتحكي هيك صغطها هي إنسانة غريبة شوية طيب حكولها طيب أنت إن شاء الله راح تطلع القاشة القول هي هيك زي الروبوت هيك حكيت القولة كم مرة؟ مرتين أولين حكولها طيب إذا نجحتي وطلعتي الأولى الأولى شو بديك تسوي؟ حكيت أنا بدي روح على الملاهي وتزحلق على الزحلقة اللي هي السحسلة يعني فهي الزحلقة وصير مزحلقة طموحاتها بسيطة جدا الله ينجحها حنتوش دي فيه بعدين أولين مزحلقة فيه إيش ببالي أكيد يعني مش بعمل لك إيك عشان تستمتع بالمنظر يعني لا أكيد لا فيه إيش ببالي طيب نرجع لموضوع كسر همزة ناخد أمور جدية تاني مرة تانية جد جد همزة إن تكسر في حالات تعال نأخذ مع بعض الحالة الأولى بمثال المثال بيقول يا محروس تاني عيدلي إياها كل مرة إنها تيجي في بداية الكلام لازم الهمزة تكون مكسورة لا لو سألني ليش ليش إنها مكسورة الهمزة وجوباً هنا أقول بس لأنها جاءت في بداية الكلام يا سلام واحد في بداية الكلام في بداية الكلام في بداية الكلام في هاي اللي كانت حنتوشة مسكيتها مسكيتها هيجب البلون اللي هي الأولى في فمعنى الحكي إن هاي الأشياء رح نستخدمها كرموز تعرفني الحالات ارجع ارجع في بداية الكلام بعد سبع شهور إن شاء الله ثمان شهور ست شهور اجيت أنا وقفت هون هيك ومسكت العصاية تاعتي وقلت إيش في automatic ليه أنت تحكي بداية الكلام في بداية الكلام في بداية الكلام تمام 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 في بداية الكلام مش سامة أنا مش سامة أنا بدي أسمع الصوت عالي الحالات كلها بدأت عب الدار التوديه يا التوديه يلا في بداية الكلام ماشي إن الرجل نشيط إن ليه ليش هو عا تروح تحكي إيش تاني بداية الكلام تحكي ليش في بداية الجملة غلاطن غلاطن في بداية الكلام هاي الحالة الأول تكسر همزة إن وجوبا في بداية الكلام ما بصير حدا يبدأ الكلام وقول إيش مش في بداية الكلام لازم تكون مكسورة لازم تكون مكسورة فتكسر همزة وإنه في بداية الكلام في بداية الكلام في بداية الكلام ماشي ماشي هي الحالة الأولى الحالة الثانية الثانية شو هي؟ الحالة الثانية شو هي؟ بعد وبعد مش حنتوش مسكة في البلون الثاني بعدين بعد وبعد مش مسكة في الأول في وبعدين صاق بعد وبعد طيب بعد حرفي لاستفتاحي الا واما مين ومين؟ بعد حرفي لاستفتاحي الا واما بعد حرفي لاستفتاحي الا واما اجم المهمس الا بتشغليش اللغة العربية عندك بتقولي الا هو وقلة الا الا واما بتحكي ليش اما وتحطلها شدة ها من اولها يا اخوان بدنا نتفق على شغل لا للهبد يعني تهبدش اشي انت مش عارفه تحكيش اشي انت مش عارفه من اول استوجيه هيني بحكيه الاشي اخدنا احكيه زي ما هو حكيت لك الا تحكي الا تروحش تحكيها الا اه وهمين حكي لك ايها محروس محروس ملوش علقة اصول ولا اول حكاية ولا ايلوش ذنب بالموضوع كله فانا بحكي لك ايه بعد حرفين استفتاحي انا استاذ اعطيني مثال الا ان الا ان الصبر جميل ايجاك بالامتحان وبيسألك ليش ان مكسورة الهمزة هون هل يعقل يا مؤمن هل يعقل تيجي انت تقول في بداية الكلام طب ما هو يعني مخك يعني العلعب قرية الفذة هاي انت كيف انت كيف عايش كيف عايش وتيجي اشوف طالب كاتب بايده هون في بداية الكلام طبعا يا ماذا يجب ان انتطلع الا احكي له بعد حرف الاستفتاح ما حكيش بعد حرفي واحد ايجا واحد بس منهم بجوش اتنين مع بعض برضو من ان ضمن المشكلات يعني والمعضلات انتلاقي طالب كاتب بعد جاءت بعد حرفي الاستفتاح الا واما اذا ما هم مش رح يجو مع بعض بتختارلك واحدة منهم مش رح يجو اتنين رح تيجي واحدة بس فانت بتكتب الواحدة بس اللي ايجت هايش اما اكتب اما بس بس جاءت بعد حرفي الاستفتاح الا ماشي ماشي خلص اصد ماشي ثقتك فيها كبيرة اصد والله اه كتير كبيرة زي ما انت شايف جاءت بعد حرفي الاستفتاح ليش ان مكسورة الامزون بعد حرفي الاستفتاح لما احكي الحالة نحكي الاتنين احنا مش بنحلس الحالة الاولى في بداية الكلام الثانية بعد حرفي الاستفتاح الاواء ما بعد حرفي الاستفتاح الا واما بعد حرفي الاستفتاح الاواء ما اسمع بعد ماشي وحش اصد اينا صور طيب وبعد الثانية بعد بعض الظروف اختار اللون الورانج بعد بعض الظروف حيث واذ اذا احنا علينا حرفين استفتاح هدول لما ييدوا انه لازم بعدهم تكون مكسور وانه ظرفين مشهورين معروفين امورين حيث طبعا عطيني مثال حماس مليار حماس مليار جلست حيث حيث ان الشمس ساطعة ليش ان مكسورة الهمزة عبقرينه عبقرينه اشتغل في بداية الكلام مش عارف غيرها يا زب انت مش عارفك في بداية الكلام فيه اختراعات اخرى يعني مش في بداية الكلام اذا ما في مص الدنيا ايها بعد حرف الاستفتاح يزا ما فيش الوا اما معتش حقيق اه صح بعد الظرف حيث اي الله يا سلام بعد الظرف حيث اذا لما تشوف شوف الذكاء لما تشوف الظرف حيث قول بعد الظرف حيث لما تشوف حرف الاستفتاح الا احكي بعد حرف الاستفتاح الا لما تيجي في بداية الكلام احكي في بداية الكلام يا سلام يا سلام بس موضوع بسيط جدا 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 عشان ايه حنتوشة كانت مسكة بلونين الاول كان مكتوب في في بلاش ما بتحكي مش انا حكيت من هون لاخر الدنيا لما احكي فيه تقول في بداية الكلام انت وبعدين بعد وبعد هذا البلون الثاني في بعدين اولين طيب في بداية الكلام بعد حرف الاستفتاح وبعد الظروف بعض بعض الظروف زي هيثوق ماشي مفهومة اذا كنت فاهم تدعس لاو 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 مش مهمة وين تدعس المهمة انك تدعس ومهمة انك تكون فاهم ياكيد ثلاث حالات ثلاث حالات في كسر همزة ان اخدناهم مع بعض مزبوط مزبوط سكرين شوتاتك سكرين شوتاتك اول سكرينها الثانية الثالث الحالة الرابع والحالة الخامسة انا متذكر والسلام انت حكيت ست ومدام احنا خلصنا ثلاث معناته ضل ثلاث ان شاء الله عليك ان شاء الله عليك انت في الرياضات انت مش بحاجة قال حسب انت قال حسب قولك احنا فيديو هذا الحكي حكي فاضي سمعلا بيحسب حسبة زي هاي شو بتدعو من الدنيا طيب الحالة الثالثة الحالة الرابعة الحالة الرابعة ايش هي مش هي كانت ماسكة باللون مكتوب فيه اولين اه كان مكتوب فيه اولين اول واول معناته في حالة اسمها اول وحالة اسمها اول صحيح صحيح اول معلش نعيد المشهد المنتج يعيد لي مش حاشق مش مبسوط مش مبسوط بدي اعيده بدي اعيده مش عجبني كله حرة نعم تعال الحالة الرابعة والحالة الخامسة الحالة الرابعة والحالة الخامسة استاذ انت حكيت هيك انه هما ست حالات ومدام خلصنا ثلاث معناته بضل ثلاث انت اللي بيحسب حزبة زي هيك انسان رائع انت الا حزبة انت مش بحتاج الا حزبة انت الا حزبة عدناها حرة المهم الحالة الرابعة والخامسة بتتذكر حانتوشة كانت ماسكة باللون في بداية الكلام وبعدين بعدة وبعدة خدناه وكان فيه باللون ثاني مكتوب فيه اولين اول واول يعني معناته في حالة رح تبلش بكلمة اول وحالة رح تبلش بكلمة اول صح تعال نشوف الحالة الاول اول الجملة تكسر همزة انه وجوبا فيه اول الجملة المحكية بالقول اول الجملة المحكية بالقول ومثال اكيد رح يفهمك لا تستغرب تعال معي بقول قال زيد ان ان الدراسة ممتعة الله يسامحك يا زيد الله يسامحك زيد بيحكي ان الدراسة ممتعة الحكي اللي حكيها زيد ركز 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 شوف 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 مش هدا الحكي اللي حكيها زيد هاي طبعا الرسم اللي انا رسمها اللي هو زي عارف انت لما يكون مثلا واحد بيحكي فبيعملو هيك ويحكي ليش دوه هي هاي زيها بس طلع غريبة يعني مش عارف ليش هيك فالمهم الحكي اللي حكيها زيد بيبلش بمين بان الحكي اللي حكيها زيد بيبلش بان احكي اول الجملة المحكية بالقول اسمع بداية عشان هيك اول تعرف لو ناسي كلمة اول اجابة غلط الاجابة غلط اول الجملة المحكية بالقول يعني بداية الحكي اللي انحكى لما تشوف قال قلنا يقولون سمعنا حكينا روينا بداية الحكي اللي انحكى لما يبلش بإن لازم تكون مكسورة الهمزة لازم يكون في كلام بين حكى وتكون إن بدء الحكي بدء الحكي مش في نص الحكي بدء سامعني عشان هيك أول مافيش حرفة من هدول نشرحوا أو نحكيه وهو ناقص إيشي تلاقي طلب الحبيبي طلب الحبيبي طلب الحبيبي ش shadow المحكية بالقول لا يا عم فيش دها بسمه المحكية بالقول مفيش هيك فghanенты تقول أول جملة المحكية بالقول ده أنا هشوف طالب الحبيبي برضو لقيه يقول 8 القول لا مش هو ومش هو ومش القول لازم أقول أول الجملة المحكية بالقول زيما أنت لما تحكي القول أنت دمرت أبوها أنت دمرتها تدمير صارت مش الحالة بالمرة شو القول؟ شو مش فاهمك مش أدرس توعبك لكن لما نحكي أول الجملة المحكية بالقول على راسي من فوق بحطك فوق راسي 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 لأن لها معنى أول يعني في البداية ما فيش إشي فيش إشي هون الكلام اللي أنا ما عليش راسبت شوي ما هو بتذكر إشي يا رماعة أكيد ما أبعصب من فراغ أكيد هذا اللي صار معي الآن في سبب وراه أسباب والله مش سبب واحد أسباب وتقليل وإبداع هاشي أول أول الجملة المحكية بالقول وخلاص بلشنا الشرح بالعصائي والوضع أخذ وضعية الطبيعي أول الجملة المحكية بالقول خلاص يا دماء اسمها في صاحب داية الكلام بعد حرفي الاستفتاح ألاء وأهماء ممتاز أيوة هيك بعد الظروف حيث وإذ وحش أسد أول أول الجملة المحكية بالقول هذا الحكي صاح أي حكي تاني لا أي حكي تاني لا غير مقمول طيب كمل أب محروس كمل سيد حاضر سيد حاضر هو أمرك أول في أول ثاني جيب لي الأورنج الأورنج بالإنجليز طبعا أنا لا تحكيش معها بالإنجليز والله إنك متميز سمحني يا رب مش رادي أتنكت هو أصل مش الكل يعني اليمين هذا سينيتي صافي والله إنك متميز إن ليش مكسورة أبقرينه إيدي في بداية الكلام لا يا عمي مش كله في بداية الكلام أبوس إيدك أبوس إيدك مش كله في بداية الكلام زي ما زي ما فيه مش شايف مش حاسب الموضوع والله في قسم أول جملة جواب القسم أول جملة جواب القسم طب بتحكي أكمل أول أول جملة جواب القسم أو الإجابة تاعة القسم القسم مع أحود القسم حمودي لا يا حبيبي بدك تأكيني أول جملة جواب القسم أصلا لازم تيجي في أول القسم أبوس إيدك لا تحرف ولا تأول تنساري أول لا 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 أول جملة جواب القسم عشان هيك حنتوشة كانت مسكة بلون في أول وبلون ثاني في أول أيوة 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 أهمت أول جملة جواب القسم والله إنك متميز وأي قسم يجي في إن في بداية الحكي اللي بعد القسم أول جملة جواب القسم نقول بالله تالله ورب الكعبة لعمري إنك والذي نفسي بيدي إنك رائع والذي نفسي بيدي هذا قسم أصلي إحنا أنفسنا بإيد مين بإيد الله سبحانه وتعالى فلما أقول والذي نفسي بيدي هذا قسم تمام جماعة والله إنك متميز على فتبقى الله بتهدى فضحنا شب الله علي حب الكل طالب من تلاوي المتميزين الرائعين سكرين شوتاتك بسرعة أخذنا هيك خمس حالات ضايل حالة ونكون عرفنا كل الحالات اللي بتكسر فيها همزة إنه وجوباً عارب شو يعني وجوباً؟ وجوباً يعني خاوة يعني غصب يعني لازم حالات لما نشوفها ما بيصير إلا إنه تكون مكسور بوزها هيك لأنه في هيك هيك لأنه في هيك تمام؟ وجوباً كلمة وجوباً تفسير بسيط لطلابي معنى بسيط يعني خاوة سكرين شوتاتك لأنها هي مهمة تكسر همزة إنه وجوباً في حالات ستة خلصنا خمسة في لا إصحى الله يرضي سرحان في إيش إن شاء الله إصحى في بداية الكلام بعد حرفي الاستفتاح ألا وأما بعد بعض الظروف حيث وإذ أول الجملة المحكية بالقول أول جملة جواب القاسم الحالة السادسة هي كانت ماسكة بلون فيه فيه وبعدين وأولين وكان فيه بلون بتقولك رح تروح الملاهي والزحليقة والسحسيلة إشهد 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 هاي الحالة السادسة والأخيرة الحالة السادسة غريبة أخي اسمها هيك اقترن تكسر همزة إنا وجوبا اقترن إذا اقترن خبرها باللام المزحلقة طالب الأدب يا أول ما يسمع كلمة مزحلقة يأمل هيك ماشي بتضحك ليش بتضحك ليش أنا صعبة أشرحها لازم أفهمك شو عن اللهم مزحلقة بعد ما سمعت الضحكتك اللي حلوة فأنا لازم أنا معاما ليش معايش مش هايين مش رح أكتب مش رح أكتب مثال زي الحالات اللي فات تروح أكتبك أقولك تعالي عاما عشان أفهمك ليش سموها مزحلقة وهي ليه هات زحلقت فعلا ولا لا تعالي شوف مع بعض بيبدأ يتخيل بقى في واحد حط إشرة موزة وواحد تزحلق عليها ووقع على ظهره وليش حطيت الإشرة في الأرض ما كنتش حطيتها وبيتخيل أشياء غريبة مع أن الموضوع ملوش علاقة أصلا هذا الحكي نهائية بس هو بتخيل إنه هو غلط واحد يرمي إشرة الموز في الأرض ركز معي لأنه مهم وبتفيدك كمان في دروس تانية في المستقبل إن شاء الله معنا في التوجين كان الإنسان العربي لما يحكي نبرد صوته بتتغير حسب الجملة يعني مثلا واحد بيقول إيش زيد رائع وقتها تخيل عيش في زمن غير الزمن ارجع بالزمن لورا وتخيل الآن إن إحنا في زمن والدنيا للشاشة أبيض وأسود كمان يعني ارجع لزمن قديم ففي واحد شاف واحد اسمه زيد فعجب وفقال للناس إيش يعني عجب وشاطر زيد فقال له إيش قال زيد رائع اسمع النبرة اسمع النبرة ودخلتي ها زيد رائع خل مشهد كويس ها فإيجي واحد تاني في موقف تاني بس كان متحمس أكثر فقال إيش شوف 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 الدخل لزيد رائع الحمز زيد لزيد رائع بس المعنى هو هو يعني ما شاش يعني آه قاله اللام هاي اللي بتيجي في البداية هاي وتحس إن يعطتك توكيدك وحماسه لزيد رائع آه فيه زيد رائع زيد رائع عادي لكن لزيد رائع اللام هاي اسمع لام إيش لا والله ما هي المزحلقة عرفت إنك بتهبد عرفت إن حياتك مشي أصلا هيك على البركة يا زي ما استنى شوية المزحلقة كيف كيف استنى اسمع لام والابتداء سعجبني أداء ثقتك في نفسك حلو أهم شيء لام والابتداء لام بتيجي في بداية الكلام عليها فتحة وزي أداة توكيد يعني أنت لو حذفتها من الجملة عادي ما بتأثر على المعنى اسمها لام إيش لام والابتداء اسمها لام إيش لام الابتداء لزيد أفضل من عليها عليها فتحة ولو حذفناها عادي لام الابتداء طيب في يوم من الأيام إن كانت ركبة على الحمار تاعها بس إن عندها حمار موهبة بحكي عنها كتير حقي حقي أحكي عن موهبتي في الرسم اللي الحمد لله يعني كل ناس بتشكرني عليها إن ركبة على الإحمر تاعها حلوة جماعة وماشية بتتدلل مبسوطة مبسوطة إن شافت الجملة إنها تحب تخرب من ونتوا صغار يقولك تدخلوا إنها على الجملة الإسمية فتعمل مصيبة وبتعمل كارثة وصح تنصب المبتداء وترفع الخبر واسمها تنصب المبتداء اسمها لها وتنصبها ترفع الخبر خبر لازم تعمل كأذ إنها تمشي هيك عادي تشوف جملة زيك في أمان الله وهالأبول لازعيد والرقب تفوت تتركه هيك تقوله تعال متى بتقول إيش بقول لازعيد والرقب تقوله تعال 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 والله يخرب لك إياها فبتيجي إنها تنزل تفوت على الجملة فشو بيصير في الجملة تيجي إن بلاش اللون عذا زيك نعم من اللون تاني ماشي مش لاقي اللون تاني إذا توقفت هيك هيك إنها توقف هيك آه إن ونزلوا له هذول هون بس إن شوف إن لازايدا راعي إن بتكره لم الابتداء بتحبهاش قص إن أدا التوكيد ولم الابتداء هي أدا التوكيد فهنا تقول لها إنت إنت تسوي حالك زي أنا أنا إنها إنت عارفة مين إنها اللي كل الطلاب عارفينها اللي بيفهم عربي واللي بفهمش عربي عارفها اللي بيعرف يعرب واللي بيعرفش يعرب عارفها أما إنت يا أما إنت لازايدا هاي بدك تيجي تسوي حالك بي وتوقفي جنبي قلت لها يا بنت الحلال أنا أصلا كنت واقفة هون إنت اللي نزلت من على الحمار وإجيتي ووقفتي هون بصير رهوشة بين مين ومين إن ولم الابتداء فإنها بتقول لها إيه شيء ولك امشي من هون إنها بتكرهها بتكرهها امشي زحلجي حلوة تقول لها زحلجي زحلجي فبتتزحلق مش عارفة هون تروح وين أروح وين أروح بتروح تقول خبر إنا بدي وقف هون بدي وقف هون وأمري لله مش عارفة هون تروح بتزحلق فعلا لما تيجي إنا لم الابتداء بطيري زحلجي من هون بتطير إنها زايدا لرائع يا سلام يا سلام عشان هيك سموها المزحلجة آه عشان هيك سموها المزحلجة عشان هيك سموها المزحلجة أصلي بس لازم يجي إنا آه مش تعملي زاكم لام المزحلجة مين لزحلجة يا عمي شوف تحقيق موحسوا فينا شوي أنا لما كنو أقف في الصف أستاذ كويس مجتهد جاء صاح الصبح بكير أصحى الصبح بكير أسمع ليش إنها يلام المزحلجة شو ذنبي أنا إني أسمع إنها يلام المزحلجة بالله عليك حط حلق محادي بتتبقى أسمعها صبح صبح حس أقول لك طيب شو صار مش مهم صار ودبر حالك أنا أنا شايف إنها مزحلجة أنا كطالب شايف إنها يلام المزحلجة لا يا عمي انتا بستعن لا اللام المزحلجة لازم يكون في إنا فاتزحلقها من هون وتوديها هون خلاص أستاذ حاضر تشديش عصابك خلاص في زي ما فهمنا حاضر سي حاضر لتشوف لما يكون في الجملة لام مزحلجة هذا هو السبب إن إنها مكسورة السبب إن إنها طبعا هاي الجملة في الصغر السليمة هاي شايف إنها زايدا لرائع فلو أنا إجيت هون وقلت اقترنا خبروها باللام المزحلقة فحطيت المثال إن زايدا لرائع لام عليها فتح ولو حذفناها عادي لو حذفناها عادي شو يعني عادي بالإنجليزي بس ولد ولد أيوة وحش طيب لو حذفناها عادي تمام إنها زايدا لرائع ما هو السبب إن اللام تزحلقت كراهية كراهية إنها بتزحلق اللام كراهية لو أجاك سؤال ليش ليش الحرف اللام تزحلق هون مش رح يجاوبوا أي حدا خليك متذكرني مش رح يجاوبوا أي حدا لو أجاك بيقولك ليش حرف اللام تزحلق وصارت لام مزحلقة ما هو السبب في كون اللام مزحلقة هتلاقي نفسك صافر كراهية للمؤكدين ما بصير يكون فيه مؤكدين ورا بعض بهذا الشكل بصير بأشكال تانية بس إنها واللام المزحلقة لا إنها واللام المزحلقة ما بيتجمعوا مع بعض كراهية بتكرهها حتى أنا قلت لك بيتكرهها كراهية كيف أتأكد إن فيه للم مزحلقة بيكون فيه عندي إن وخبرها فيه لام عليها فتحة عليها فتحة بقدر أحذفها والمعنى بيستقيم عادي طيب ركزوا لي في المعلومة الجاي لو إجا سأل علل كسرة همزة إنها هون وجوبة الطالب الغشيم رح يحكي في بداية الكلام مش رح يكمل قراءة الطالب اللي بيفهم ووعي ودارس وفاهم رح يدور إلى المزحلقة يقول اقترن خبروها باللام المزحلقة اقترن خبروها باللام المزحلقة صح ولا مش صح صح يا أستاذ أستاذ تمام سكرين شوت اللي فهم اللي بيفهم المزحلقة يدعسني لاف 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 خد لك سكرين شوت كمان هون لا مش هيني هيني ماشي ماشي طيب الناح هو الصر الوحدة الأولى كسر همزة إن بحكي لك هون شوف شوف هذا عرض اللي في الكورس شوف كيف منظمه مرتبه أموره طيب إن وأن حرفان ناسخان يفيدان التوكيد ويدخلان على الجملة الاسمية إن وأن بيدخل على الجملة الاسمية والاختلاف بينهما كسر الهمزة وفتحها إن هون إن مكسورة وهون أن مفتوح بس ولهمزتها ثلاث حالات وجوب الكسر وجوب الفتح وجواز الكسر والفتح إحنا علينا مين من الحالات التي تكسر فيها همزة إن وجوبا الحالات اللي بتنكسر فيها الهمزة وجوبا إذا جاءت في بداية الكلام إن الكلام كالدواء إذا جاءت بعد حرف استفتاح زي ألا أو أما ألا إن طلاب محمد محروسهم الأفضل إن شاء الله فاجتهدوا في دراساتكم أما إن ماشي إذا جاءت في أول الجملة المحكية بالقول زي القول بس تكون أول إشي فيه قال الشفيعي قالوا سكت وقد خصمت قلت لهم قلت لهم إيه قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح إن الحكي اللي انحكى قلت لهم إن فكانت أول الجملة المحكية بالقول إذا جاءت في أول جملة الجواب القاسم زي فوالله إنها إذا جاءت بعد بعض الظروف زي إذ وحيث زي حيث إن خالص واضح إذا اقترن خبرها باللام المزحلقة قال تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إن المنافقين هون ما فيش يمين يا جماعة فيش حي يقولك قسم يا لأ والله مش والله والله هي مش قسمة إن المنافقين لإيش لكاذبون تعال شوف معي إن هاي إن وفي لام عليها فتح ولا تحريفة في القرآن ولا تعديل يعني إحنا بس بنتعلم إن المنافقين كاذبون تظبط إجت اللام اللي عليها فتحة في وجود إنها مع خبر إنها يس 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 اقترن خبرها باللام المزحلقة شايف بسيطة ولطيفة وخفيفة اللهم يسرنا لليسرة وجنبنا العسرة واغفر لنا في الآخرة والأولى تدريبات تدريبات ماشي التدريب الأول اذكر سبب كسر أنا بدي أشوف الأدائكو ها بدي الهمة العالية اذكر سبب كسر همزة إن فيما يأتي يعني أعطيني سبب من الست أسباب اللي أنت عارفهم معي واشتغلناهم قال تعالى في وصف المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أنا تركك تفكر قالوا ولما قالوا الحكي اللي حكوه كان بيبدأ بإنه فإسمها إيش أول الجملة المحكية بالقول الله عليك أول الجملة المحكية بالقول كم القراءة ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا إنهم ألا إنهم بعدها أيوا بعد حرف الاستفتاح ألا أسهل من هيك ما فيه إن السعادة ليست في الحصول على ما لنملك نتأكد إن ما فيه لمز حلاقة يعني تشوفها في بداية الكلام تكون سريع ومتسرع لا اتأكد فبتقول إيش آه والله ها ما فيهش يلا في بداية الكلام قال أبو العلاق المعري وإني وإن كنت الأخيرة زمانه لآتم بما لم تستطعه الأوائل إني طبعا مش رح تقدر تقول في بداية الكلام فيه وو ولا أول الجملة المحكية بالقول يعني فيه وإني هي مش البداية هي مش البداية ركز رح تلاقي إني إني وإن كنت الأخيرة لآت لآت فيه لمو زحلاقة هون فهي إني اقترن خبره آه على فكرة هي مش سهلة آه تفكرش يعني إحنا عشان بنحل مع بعض هيك شايفها في اللطيف بس هي لا الإنسان العادي يقول لك وإني لا استعنى شوية مش إن وإني وإني وإن كنت الأخيرة زمانه لآت إني آت فيه لمو زحلاقة هون في الخبر الخبر بعد شوي عشان هيك صعوبتها في في إتعاد لخبر عنها شوي لكن مع التدريب خلاص ما في مشكلة فيها اقترن خبرها باللام المزحلاقة يعني ما بنقدر نحكي عنها في بداية الكلام إيه ما ليش علاقة أنا أيوة ما بنقدر نحكي عنها في بداية الكلام ما بنقدر نحكي عنها أول الجملة ما حكيها بالقول لا ما بحكي عنها إيك فبفكر أفكر 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 ما فيش لا ظرف ولا في حرف استفتح ألا ولا أما ما فيش إيش إلا اقترنا خبره باللام مزحلاقة لما الدور منيح بتلاقي إني آت بما لم تستطعه الأوائل وفي لم مزحلاقة لا 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 آت بذها تركيز شديد والله إني سأبذل قصارة جولة والله إني أول أيوة أيوة يلا بصوت عالي أول جملة جواب القسم وحوش طيب اضبط لهمزة عدس الصف رابع ماشي يعني ما تشوف يعني أحكي لك كيف اللو أما والله إني يعني فاهم كيف لأ أخشان ما أتقوم لا لكنني أصوم أفتر أصلي أراضي أساوي للنساء ماشي إنا كثيرا من سوق الفهم يا إنا فاهم كيف لما تشوف إنا تحطي لها حيث إن هيك بس طيب عبر عن المعاني الآتية عبر يعني ألف جملة رح تقل باستخدام إنا المكسورة همزيتها حسب ما هو مطلوب ماشي يعني شو أعمل أهمية العلم في حياتنا بدنا نقلف جملة أنا رح أساعدك في أول واحدة والتانية أتقلف أهمية العلم في حياتي بيقول أقلف جملة اقتران الخبر باللم المزحلقة أنا لو أنا أقلف أقول إيش هو بديه للم مزحلقة يعني بديه أقلف إيش عن هذا الموضوع وحط للم مزحلقة فأنا شو أحكي أقول إن إن النون ليش هيك أيو يه أيوه إن العلم لم مفيد لا حطيت لم مزحلقة مع الخبر خلص ألف لي جملة ألف لي جملة عن حب الوطن ويكون فيها أول جملة جواب القسم أيوه أيوه صاح والله إني أحب الوطن بس والله إني أحب الوطن الصبر والفرج ويكون جملة عن الصبر والفرج ويكون إن في بداية الكلام عادي هاي يلا يلا أسمع إن أيوه أيوه إن الصبر مفتاح الفرج وحوش وسود ديناصورات طيب مستمر اقرأ النص الآتي ثم أجب عن الأسئلة التي تليه نص هو في سؤال واحد مش أسئلة يعني هو سؤال واحد بيقول وردت في النص جملتان كسرت همزة إن فيهما وجوبا ما علة كسرها في إن مرتين إجت هون في النص لو أعادت الدور شوي شوي رح تلاقي إذ إن ورح تلاقي حيث إن يعني معلش عفوا يعني السؤال واضح ليه وبيسألها ما علة كسرها في واحد بيشوف ما علة كسرها هي بيعمل هيك يعني ليش ما علة كسرها يعني ليش مكسورة كان الله بس ما علة كسرها حلم جاءت بعد الظرف إذ جاءت بعد الظرف حيث بس بس خلصت خلصت كسر همزة إن خلصت تدريباتها وسيطرت على الواحد وشفت كمان بعد ما خلصت إنت إنت شو تسوي تتأكد من إجاباتك إجابات هايها التدريب الأول والثاني طالب العزيز لقد قمت بفصل الإجابات عن الأسئلة عشان ما أدغش بس ما حكتهاش هيك في الدوسية يعني في الدوسية كنت لطيف قلت حتى تقوم باختبار نفسك أولا ثم تتأكد من صحة إجاباتك بس يا أجد عشان ما أدغشها فحطت لك أهم لحالهم فمشان الله تخبي وتحل لحالك وبعدين تصلح وتشوف أنت صح أو الله غلط وشوك بعد ما بتخلص حله وحل التدريب بتروح مباشرة تعالي تعالي بتروح مباشرة على موقع محمد محروس بنك الأسئلة وتروح على كسر همزة إن وتقول له أنا بدي أمتحن على كسر همزة إن يلا طلعي الامتحان بيطلع لك امتحان بتحل بتجيب علامة وبعد شوي قررت إنك تحل مرة ثانية على كسر همزة إن فبيجيب لك امتحان غير الامتحان الأول وبيعطيك علامة وهكذا كل درس نخدمه مع بعض تروح على بنك الأسئلة وتحل على موقع محمد محروس وبالتالي تكون مسيطر سيطرة تام طب حبيت أنزل أعمل دونلود لأي امتحان وزارة في السنين اللي فاتت بروح على المكتب وبختار أسئلة الوزارة وبعمل دونلود تحميل بنزلهم يعني عندي عندي وبقدر إني أشتغل عليهم بعمل دونلود بنزلهم عندي وبقدر إني أشتغل عليهم وبيكون معي كل الامتحانات أي امتحان أنا رح أعطيكو يا امتحان شهر امتحان كوز أي إشي رح نزل له على الموقع في المكتب بصير تسوي له دونلود بكل سهولة ويكون مرجعنا في حل امتحانات هو موقع بنك الأسئلة تعم حمد محروس تمام يا جماعة هيك أنت سيطرت سيطرة تامة على الدرس الله أعطيكم ألف 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 عافية واشوفكم على خير في لقاء آخر بإذن الله اللهم اللهم يسرنا لليسرة وجنبنا العسرة واغفر لنا في الآخرة والأولى ادعس love 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 فأي مكين مش مومة ادعس تحياتي